إذن الحكومة الإسرائيلية صادقت على السلسلة الثانية من التسهيلات وذلك لإعادة الاقتصاد الإسرائيلي وأيضا إعادة العملية التعليمية التي كانت قد توقفت نتحدث عنه بعد سبعة أسابيع من الإغلاق الكامل خلال الفترة الماضية بدأت الأمور تعود إلى سابق عهدها ولكن ليس بعد أن تلقى قرابة أربعة ملايين إسرائيلي التطعيم الثاني لفايزر وهو التطعيم الذي انتشر في إسرائيل وتم الاعتماد عليه وحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فأنه أثبت نجاعة كبيرة حتى أولئك الذين أصيبوا بعد تلقي التطعيم كان هناك نسبة شفاء تصل إلى 98% ولكن تم إضافة شيء مهم وهو البطاقة الخضراء بمعنى بأن هناك عدد من المصالح التجارية مثل صلاة الرياضة، دور السينما، دور الثقافية، الماكنة المغلقة تلك سوف يتم الاعتماد على دخول الأشخاص إليها إذا ما حصلوا على البطاقة الخضراء البطاقة الخضراء هي ببساطة أنه تلقى التطعيم الثاني وبعد مرور أربعة عشر يوما أو أنه كان مريضا في فيروس كورونا خلال الفترة الماضية إذا ما كان حاصلا على البطاقة الخضراء فإنه عمليا يمكن أن يدخل إلى كل تلك المناطق ولكن المعابر والمطارات وما تزال مغلقة لغاية الآن مطار الليد الذي أغلق منذ أكثر من شعر الآن ما زال أيضا مغلقا الجسور وطبعا إلى الأردن مغلقة طابة مغلقة إلى مصر وبالتالي هذه هي المرحلة الثالثة التي ما تزال الانتفار وذلك بعد تأكد من أن السلالة الجديدة التي كانوا يتحدثون عنها لن تصيب الإسرائيليين تحديدا بعد أن تلقي تطعيم فيزر الذي عمليا بات هو المستخدم أكثر من أي من التطعيمات الأخرى وتحديدا مديرنا أخيرا فإن الجانب الإسرائيلي يدرس جديا بأن يكون هناك إعادة لفتح العملية التعليمية اليوم هناك عدد كبير من المدارس الإسرائيلية قد فتحت أبوابها ولكن تبقى عدد كبير من المدارس الفلسطينية العربية في الداخل الفلسطيني أو هنا في القدس المحتلة مغلقة وذلك باعتبار بأن تلك المناطق هي مناطق حمراء وبالتالي تم تأجيل العملية التعليمية فيها